جيل جديد يتجه نحو الأمية فملايين الأطفال حرموا من التعليم بسبب العنف في العراق العام الدراسي الجديد شهد بداية متعثرة مع وجود نحو مليوني طفل خارج المدرسة ومليون ومئتي ألف مهددين بترك التعليم بسبب الوضع الأمني المتردي والسمرار النزوح في البلاد ووفق منظمة اليونسيف في العراق توجد أكثر من 26 ألف مدرسة 5300 منها دمرت أو أصبحت ملجأ للعائلات النازحة بالإضافة إلى دور الميليشيات والجماعات المسلحة باستغلال مدارس الأطفال وجعلها قواعد عسكرية والمدارس التي لم تتعرض لضرر يذكر تعاني من مشكلة الاقتضاد حيث يصل عدد الطلاب في الصف الواحد إلى الستين كما أن العنف لم يقتصر على المدارس بل طال أكثر منها ووصل إلى المعلمين حيث في شمال العراق وخاصة محافظة نينوى أجبر أكثر من 14 ألف معلم على الفرار ولمواجهة هذه الكارثة وفرت اليونسيف لحوالي نصف مليون طفل إمكانية التعليم حيث شيدت 40 مدرسة جديدة وقامت بدعم 141 صفا في مختلف أنحاء البلاد بالإضافة إلى إنشاء 1558 فرصة تعليمية مؤقتة لمائتين وعشرين ألف طالب ويقول بيتر هونكس ممثل منظمة اليونسيف في العراق المثير للإعجاب أن ترى الأطفال والمعلمين يقطعون مسافات طويلة وقد يخاطرون بحياتهم للوصول إلى المدرسة ترجمة نانسي قنقر